اشتركوا في القناة يأتي الجول يا دور تام الجبر وان شاء الله يأتي معه الانفراز ونتمنى بكل تأكيد سير الشمراني انه يأتي بالجديد تعود 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 من جديد محمد الشلوف وفعلها تام الجبر فعلها تام الجبر كورة ذهبية ولا احلى محمد الشلوف الميسرو وسام الجبر القناة فعلها مرعب الحرات المنتخب السعودي مشاهدين الكرام يضرب بقوة قلنا منذ بداية المباراة في فعل خط للمنتخب العزبكي لن يمر بسلام قلنا كذلك وانه سلاحه حدين وهو القناة وهو صاحب القبرة في خبرة السنين التوال يضرب سام الجبر في شباك الحارس اليكسي بورياكو تمناها طبعا الجميع تمنيتها شخصيا واستجاب الله لنا في هذا اللقاء سام الجبر والمنتخب يحلق في سماء الكورة الاسباكية واحد سفر في وقت قاتل جدا ما فهماش كلام بدون ادنى نقاش التفاع ومبروك زايد يا سلام الحارس الطائر خارج الديار في اول مشوار الاحلى بكل تأكيد ويا سلام لا بطة بسراحة انا كمعلق اعشف حاليا عن التعبير عن مدى هذا الاداء للحارس مبروك زايد قد من الرجوع الكل في التفاع لا مجال حسين عبدالغني لهذه الكورة المرتدة حذيري 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 ومبروك زايد هذا هو الحارس ماذا يمكن ان نقول عن مبروك هو مبروك على وجهنا مبروك على الكورة السعودية والقائم الايمن لمبروك زايد هذه المرة اجتمت والعودة باغلى الانتصارات كورة من هيدي شريفي وحذيري مدى الدفاع ويأتي هدف التعاضل سوء تمركز دفاعي بكل تأكيد وفعل هذا المهازم الذي دخل في اخر لحظات المباراة ويضرب في شباك الحارس مبروك زايد رغم المحاولة طبعا في التصدي بنجانب حمد المنتشري حقيقة سيناريو لم نتمنىه بالمرة ويحد ويحد مشاهدين الكرام ويحدد من جديد المنتقب الوسباك ويحدد من جديد المنتقب الوسباك ويحدد من جديد من جديد من جديد المنتقب الوسباك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بار سعودي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقول الله اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 جميلة جدا من يسعود واجمل ملعوبة من سعود امامي داخل في المطلق الهدف الثالث الحارتي 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 صدق على كلامي الهدف الثالث والعلم عند الله يا حارتي تحية لك يا بطل تحية لك يا بطل اخضر المجد عالي والسعودي دوم عالي اربع عام تولي والسعودي المنبيان ما في قامة رجال رجال فلطان وعبدالله وفهد رفض الخفاق اخضر مملكة اغلى برد اخضر مجده يدوم ما يجاريه الخصوم كله واعيب النجوم اكدوا لنا المنال رجال سلطان وعبدالله وفهد رفض الخفاق خبر مملكة يا اغلى بلد الف ابروك الف ابروك لمولاي خدم عربي الشرفين لسمو سيد والعاد لسمو سيد النائب الثاني مبروك للشعب السعودي مبروك لسمو سيد الأمير سلطان بن فهد لسمو سيد الأمير رؤو بن فصل مبروك للعبين الأبطال مبروك لهذه الجماهير الغفيرة اللي لبت اللداء مبروك التاغل النابع اطلايا اللي للم ضرحodu اللي لدي اللي لديه counsel اللي لديه اللي لديه اللي لديه اللي لديه اللهم Herod اشتركوا في القناة 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 يا سلام حلوة وهي جود جود هدف اول في المباراة للمتخب الكويتي فعلا بشار بشار جاب لبشارة فعلا منعوبة سليمة سليمة منعوبة الان الكرة بدأت وفعد الفهد كادا يسجل في الاولى ولكن بدر المطوع هو اللي يسجل في الثانية وعلى ذلك الهدف لبدر المطوع بدر المطوع يسجل والكويتي يتقدم الان في طشق المحاولة الكويتية مستمرة وقائمة وبالرأس منعوبة جميلة هنا في الجهة اليسرى وهذه عالية وخطيرة ولا زالت وهي الكويتي جراح الاعتيقي لصالح المنتخب الكويت الان محمد جراغ يتقدم محمد جراغ وعرضية من وخطرة كور حدف تاني للازرق وبشار عبدالله بشار عبدالله فعلا هو هو اللي بيؤكد انه فعلا في افضل حالاته في افضل حالاته بشار عبدالله مبريات الازرق بدأت من هنا بدأت من جانب الكويتي حقيقة جراح الاعتيقي وبعد ذلك بشار عبدالله حقيقة يضع كل خبرة الميدان لصالح المنتخب الوزباكستاني اللي الان ما عاد امامه اي شيء انه يخسر الان هو يتقدم للهجوم وبالتالي قسمه في الان يتقدم وبالقدم اليسرى خطير هذا اللعب يسدد بالفعل ولكن التألق للحارس الكويتي شاب كينكوني الى ان يقابل المنتخب القادم من الكونكا هنا ضرب الجزاء ضرب الجزاء لصالح المنتخب الوزباكي ضرب الجزاء لصالح المنتخب الوزباكي داخل منطقة الجزاء اوه هذه ابدا ما في حد كان انشاء هو اللعب الذي يتقدم يتركه الان لقاسموف جيباروف جيباروف اذا يسجل ويقلط الفارق الان كرة الى ضرب القنية ودائما وكالعادة قاسموف على التنفيذ خطرة جول كرة بالرأس كرة بالرأس من ماكسيم ماكسيم هو الان بيعطي اوزباكستان التعادل بيعطي المنتخب الاوزباكستاني بالفعل وبدل مطوع استقبال جميل والبحث دياس سلام للامام الى زميلة ايضا وهو بفعلا خطرة هي بول فيها بللتي فيها ضرب قرار غريب وعجيب وجاب الانذار على بشار ولكن لم يعد ضربة الجزاء المشكوك فيها فعلا بقوة المنتخب هنا خطرة بول هدف ثالث حقيقة للمنتخب الاوزباكستاني من البديل سولييف سولييف هو اللي بيسجل الهدف الثالث الدقائق الثلاث المحتسبة كوقف بدل ضايع انتهت بالفعل ونلعب على صافرة الماليزي صبح الدين محمد صالح الذي في هذه اللحظة تماما اطلق صافرته واعلن عن نهاية احداث المباراة المنتخب الاوزباكستاني الذي كان متخلفا في الشوط الاول بهدفين نظيفين وقلص الفارق من ضربة جزاء في الشوط الاول في الشوط الثاني يسجل هدفين ويتأهل على حساب المنتخب الكويتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة